اشتركوا في القناة التيسيري والتيسير النقدية وكذلك الأمر الأسعار الفائدة المنخفضة التي وصلت إلى السلبية كل ذلك يضغط بشكل أكبر إلى دفع مستويات تضخم للارتفاع ولو كان بشكل تحفيزي مباشر لكن استدامة ارتفاع واستقرار أسعار التضخم عند هذه المستويات لا تتم إلا من خلال عملية مطولة بالتخارج من السياسة التيسيرية يعني أنه يكون المركز الأوروبي أو المسؤولين هوكش لبعض الأحيان بهدف تحفيز الأسواق بعض الشيء ولكن اليورو في المستويات الحالية جدا مناسب ويدعم إمكانية ارتفاع مستويات تضخم واستقرارها عند مستويات 2% المستهدفة نعم لنعود إلى اليورو يعني فعلا هذا المستوى الذي نراه حاليا يقال أن اليورو أمام عهد جديد ورالي جديد من الارتفاعات يعني هل فعلا الأسواق ستركز على عملية شراء اليورو أم أن الأمر مرتبط أيضا بما يحدث مع الدولار يعني الدولار هو المحدد وليس اليورو دولار لعب وضعف الدولار الأمريكي في الأول الأخير لعب دور مهم جدا في ارتفاعات اليورو التي نحن شهدناها يعني ارتفاعات اليورو شهدناها كانت تقريبا 50% من ضعف الدولار الأمريكي الذي وصل إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر تقريبا وفي نفس الوقت عندنا اليورو الذي استفاد من تصريحات ماريو دراقي فالتأثير كان مضاعف أو مزدوج لدعم أسعار اليورو بالارتفاع ولكن فنية نحن نرى أنه لم تبدأ بعد الإشارات التأكيدية أنه صرنا بتريند صاعد واضح المعالم حاليا فنية نحن عند مستويات ممكن أن يكون مفتاحية لعودة للتراجعات أو ارتداد وبقاء في ضمن نطاق عرضي ما بين مستويات 13 إلى المستويات 14 يعني هذه هي المستويات التي يتراوح سعر اليورو دولار بينها اليورو أمام الدولار الأمريكي لنعود إلى المنطقة الأسوية وحتى كانت لديها محددات قوية يعني نشاط المصانع في الصين ملفت يعني حركة التصديرها العادة لقوتها أم نتحدث عن استهلاك محلي هو الذي يقوى خصوصا أن الصين لديها هذه المبادرة الضخمة حول طريق الحرير الجديد الذي سوف يشعي الأسعار الكثير من المعادن والسلع بلا شك الصين يعني بعد فترة طويلة من الركود بعض الشيء الواضح في قراءاتها الاقتصادية مثل هذه القراءات تعتبر بارقة أمل وأعتقد يعني أعطت نوع من الزخم في الأسواق العالمية إجمالا عهودة للتفاول في نقطة معلش ولو أنه تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية والسياسة النقدية التشددية التي كانت هناك وباقي السياسات جميعها التيسيرية الآن بدأنا نرى الاستفادة من السياسات التيسيرية كما استفاد الاقتصاد الأمريكي وتقلص الفجوة ما بين التوجهات في السياسة النقدية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول كندا أوروبا وبريطانيا كلها تتجه إلى تشديد في السياسة النقدية ورفع لأسعار الفائدة وإمكانية التقليص الصين كذلك الأمر بدأت تستفيد من الوضع السابق الذي كانت تمر فيه بعملية إعادة بناء الهيكلية الداخلية والتركيز على الأسواق الداخلية بشكل خاص وكذلك بناء العلاقات الانترناشنال الشكل المطلوب الذي حفز نوعا ما البيانات التصنيعية على وجه التحديد رأينا كان هناك نوعا من التراجع في مؤشرات تصنيع عادة للارتفاع مجددا ببعض القراءات هذا يعتبر أيضا قراءة إيجابية ويعطي الزخم للفترة القادمة لن تغير بنك الشعب الصيني لن يغير من أي تحقيق أو لن يتدخل حاليا في السوق لعملية ربما التأثير على سعر العملة أعتقد هذا الأمر بدأ يخف تدريجيا خصوصا مع توجه الصين نحو الانفتاح والشفافية الكاملة فيما يتعلق بأسعار الصرف وبنيتها في البقاء ضمن سلة العملات الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي وأن يكون هناك هذا التعامل الشفاف مع اليوان الصيني بعرض وطلب دون تدخلات حكومية إلا في الحالات الطارئة طبعا بذلك تكون مثل باقي الاقتصادات في العالم طيب النفط واضح أنه محرك قوي ويعود للتذبذبات في قوة يعني ستارة نرى خبر يساعد الأسعار للارتفاع وحتى موضوع خفض الإنتاج الأمريكي لم يساعد الأسواق بفترة طويلة هل المراكز أو تسوية المراكز هي السبب الرئيسي حاليا للتراجع؟ إلى درجة كبيرة النفط يعني بتاعد عنه الخطر الكبير كان هناك خطر محتق حقيقة في الأسابيع القليلة الماضية كنا ممكن نشوف إمكانية انهيار وهبوط أكبر لأسعار النفط دون مستويات الأربعين دولار للبرميل ولكن بالتماسك اللي نحن شاهدناه للدبلو تي آي على سبيل المثال عند مستويات الأربع واربعين الخمسة واربعين دولار للبرميل كانت هي جيدة جدا للقاء على دعم أسعار النفط عند هذه المستويات وإمكانية عودتها للارتفاع مع المؤشرات الإيجابية ماهد في عندي عودة حتى فنيا رأيناها بأسعار النفط ماهد في عندي هذه العودة القوية للتراجعات في أسعار النفط والهبوط الحاد خلال شمعة أو شمعتين أو يوم أو يومين بأن يكون لدينا هذا التراجع الحاد هناك نوع من التماسك عند مستويات الأربع واربعين دولار للبرميل بالنسبة للدبلو تي آي وهذا فنيا يعطي نوع من التفاؤل بالفترة القادمة أشكرك أستاذ رائد خضر وأنت رئيس قصم الأبحاث في إكوتي جروب أشكرك على تواجهتك معنا اشتركوا في القناة